في قوة لا تقهر في قوة بيدها كل شيء هذه اللي صلع القملة اللي عم يزدها والصواريخ مين اللي اعظم منه الله الله له حكمة على الشهداء اللي عم يروحوا نيالهم على الجنة دول خلاصوا من الدنيا واعباءه اصلا هلأ بتجيب لكم احاديث ان اللي يوم وبكرة بخطبة الجمعة والله طول الاسبوع وانا قاعد ام حطك شو بدي احكي كل ما يصير حدث غير غير الخطبة والعنوان والدرس يعني على حسب لانو بدك تحكي مع الناس وهني مو تكون نايم مع اصحاب الكهف وتعمل لها خطبة الجمعة مو بتضحكوا عليك الناس خطبة الجمعة وااسلاماه وااسلاماه وين الدين بس هذا كمان الله عم يكشوف الناس تل ما حكينا الاسبوع الماضي تبع جز الله الشدائد كل خير ابانت لي عدوي من صديقي تنشوف الناس مو مهممون عندهم احتفالات وعندهم منتدايات وعندهم الامور بخير مو بخير والله نبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن ثلاثة مين ها من امسى شبعان وجاره جائع الى جنبه وهو يعلم طيب اذا كان جاره مريض وعم ينزوف انه اصحاب واذا كان عم يقول له ما في عندي وقود وهو يعلم اروح جدد ايمانك شوف امت انت من الاسلام شوف امت شغلة كبيرة غزة كاشفة كشفتهم كلهم الله عز وجل هو القادر على ان ينصر عباده المؤمنين انا بدي ابعث فيكم الامل الله عز وجل ما بيضيعنا الله اهل غزة لتلكم من اول الازمة الله بينصرهم مشان ايماننا بس التمكين مهل انا ممنى التمكين لما بيكونوا المؤمنين كلهم رجعوا الى الله واعدين عم نجيب الفنانين والمطربين والملاكمين كل حثالة اهل الارض نتفعلهم مصاري عم نتفعلهم مليارات هاي المليارات لو صرفت على اهل غزة بس هيك وعلى كانوا عاشوا بامان وسلام لو صرفت بس في انه من اجل انه الناس تعيش بخير مو كان احسن ايه؟ كل واحد بده ينفكر انه المصاري اللي معه بده تساوي ايش؟ المصاري بده تساوي الجاه العالم؟ لا ابدا مصاري بحياته مصاري انه سبيل انه تخلي الانسان الجاهل يصير عالم ابدا ممكن انه يلف ويدور اخر شي بده يوع كتعرف واحد كان معي بالجامعة يلف ويدور بده ينجح ضل يلف ويدور يلف ويدور يلف ويدور بالحقوق في اربع مواد شرعية بكل سنة ما اديه ما حسين يلي يزبطني يلي يفوت قدن بدلا مني شو بدله الله يهديك اخر شي عملها حادث سيارة الابو صار بالاخرة مصاري ما بده تساوي انسان مصاري بتساعدك اسمه يا قاضي يا الحاجات سيدنا يعقوب فقد بصره فقد ابنه اه وهو عم يبكي عليه لكن كان في امل ولا ما في امل كان في امل يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسفا واخيه ولا تيأسوا يأس كفر لذلك انه يدعي له ما حدا طلب انه انه تروح تعود بدالون هدول اي شغلتون اي انه عايشين فيها انا كان عنوان المحاضرة شو اللهم منصرهم اللهم منصرهم ومكن لهم في بلادهم الى التمكين الهم مولنا اما نحن الله بيمكلنا ان شاء الله بالاقصى بكرة بدي احكي عن الاقصى عن فلسطين اي شغل ليش نحن متعاطفين كثير انه هي بلاد هي محسوبة محسوبة على الانبياء فيها سيدنا ابراهيم وسيدنا يعقوم وسيدنا اسماعيل وسيدنا زكريا وسيدنا يوسف وسيدنا عيسى كل الشغل كان هناك والصحابة وهي ارض المحشر والمنشر من مكة ظهرت الرسالة والمحشر والمنشر بارض المقدس وهنيك بيقضوا على الدجال فمشان هيك هي الارض المباركة هي مو شغلة فلسطين لو شغلة ارض تقول انه اخيها دول عطوهم الارض بدلا منهم اما شغلة مبدأ هذا دينك هل حدا بيساوي مع الكعبة عذاري ولا اذا لا سمح الله مكينة لليهود مخططهم اكبر من هيك بس ما حدا عم يفهم اللعبة اذا حلق جارك بل شون بلدانك جايك دور انتبه فا يا بني دون طلعوهم من الارض متى ما طلعوهم دي دوروا على اللي بعدون المخطط المخطط تبعهم من النيل الى الفرات هؤلاء لا لذلك من الاخبار شو من نساوي نسمع الاخبار حتى نعرف شو شو عم يصير مخطط من دي فوتوا على الغزة سمعتوا فيها هاي ما دا ارني وهذا جاي من جنوب افريقيا وهذا جاي من جنوب روسيا وهذا جاي من من الامريكا الجنوبية شو جابك لهون جاي اخوض مصاري جاي عم تقاتل انت لك هي ارض ما نحن هون عشنا هون كان الامام الشافعي وعباد ابن الصامت واوس ابن الصامت وغيرهم من اصحاب رسول الله طيب الان في ناس بلا خلاص مو بس يعني انه عم يحلل لا عم يزاود هاد هاد عم اعتدي على الله من عادى لي وليا فقد اذنته بحرب يوم القيامة الناس المستضعفين لكن لدول شغلتهم خمس عشر يوم ما هتلاقي غزة على وجه الارض عاشا لله قال له الله عز وجل وعدنا بالنصر هدول عم يقاتلوا عن الامة كلها والله يا اخوان الكرام منهم نتعلم الكرامة نحن الواحد بيناتنا ورجعوا لهم بالتاريخنا هلا من عشرين سنة الى هلا بس لعشرين سنة شو كان همك انت شب ابن الاربعين هلا لك الطابة والارقيلة والشدة ولية اما هدول رجال رجال سبحان الله عم اقرأ سيرة سيرة النبي عليه السلام سورة الاحزاب يعني هي سورة الاحزاب غزوة الاحزاب غزوة الاحزاب اسمها غزوة الخندق شوفوا كلمة الخندق وهلا شو الخندق شو عم يساوي من وين عم يطلعوا لون ما حدا بيعرف لا هنة ولا التكنولوجيا تبعون ولا الاخمار الصناعية ولا امريكا ولا عبقرية الالفين وثلاثة وعشرين كلها ولو عندهم هيك بس يعني شيء متل ما بيقولوا يعني من من المتاح هنع اصلا يقاتلون بالمتاح والله ما عددون حدا ها بدون حدا بدون الله بس بدون هنهن ازعلانين على هالناس يلي يلي هادا بده اسعاف وهادا بده صير بالقرن الواحد والقرن الواحد والعشرين انه مستشوى توقف فيها فيها الفين واحد عايشين على المنفسة وين ايه وين بتصير؟ على المنزل انا على الكرسي التدريس امريكا تناشد اسرائيل انه وقفوا القصف في رهينتين امريكيتين ننطلعان لا هدول بني ادمين هدول اللي عم تضربوهم بالليل ونهار ما لهم بني ادمين شوفوا اخواني الكرام دعوة المظلوم الله عز وجل يرفعها فوق السحاب وبإلا لأنصرنك الحديث بالرواية وعزتي يعني وعزة جلال الله لأنصرنك ولو بعد حين انا عم ادعي هيك والله هيك عم اقول يا رب نحن ما بدنا حدا انه يعني يضرب اسرائيل تشتغل حرب عالمية ثالثة بس تنشأ الارض تبلعون اقولوا امين يا الله قلوب المؤمنين ابدا عالية سافلة اطمر انطمر ريحا لا تبقي ولا تذر قادر ولا مقادر زنزال هيك ضل المسجد الاقصى هيك الله كارمه راية مرفوعة والباقي كله ياتون بيد هنه وصوريقون ودباباتون وطياراتون ومالون معد هدل الجنس البشري هاد معد نسمع فيه ليه؟ انظر ماذا يفعلون قتلت انبياء لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى على الطائف نبي صلى الله عليه وسلم عرض الاسلام على اهل مكة ما طلع فيه خير قالوا لو فيه بالطائف لا اسبل كي بتعرض عليهم؟ راح النبي عليه الصلاة والسلام عرض الاسلام نبي تعب نبي عليه الصلاة والسلام تعب يا اخوانا الكرام حتى انتوا صرتوا هلا اتباع النبي واحباب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اجي الأولان يقول له الله ما مملاقي نبي غيرك بعتنا ياها على استهزاء التاني يجي يقول له طب يبعت معك واحد تاني لحالك ما تكفي كمان على استهزاء ارسلوا صبيانهم وعبيدهم ورنوا النبي عليه الصلاة والسلام بالحجارة حتى ادموا قدماه صلى الله عليه وسلم ونبي عليه الصلاة والسلام ما دعا عليهم اجي ملك الجبال قال له مرني ان اطبق عليهم الاخشبين قال لعل الله ان يخرج من اصلاب من يقول ربي الله ورجع النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يرجع الى مكة اهل مكة بدون يعادوا بدون يقتلوه اما راح النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة بصحبة او بحماية عدية ابن حاتم ودول العرب كان الواحد اذا الواحد استنصر فيه ينصره اللي عندي هل يجي واحد بتدينه مبلغ متى ما هيك يدأ ايده على صدرك يعني احسبها انه راحوا المصاري هذا حكي مكان الجاهلية اللي عندي نبي دخل بحمايته وقال له صلى الله عليه وسلم يا عدي انما ينعك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم يعني فقر المسلمين فوالله ليوشكن المال ان يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه او لا يجد من يأخذه ولعلك انما يمنعك من الدخول فيما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم لال تعرفوا اديش هدول الجيش الاسرائيلي سمي حاله جيش الدفاع اللهم اقتبلهم بددا واحصهم عددا ولا تبقي منهم احدا واجعل تدميرهم في تدبيرهم يعني الخطة اللي هو بحطها بوعفية واجعل كيدهم في نحرهم هني دائرة السوئي تدوروا عليها يعني نفكروا ان هدول ما ديش هني عشرين خمسطعش خمساء عشرين الف هني هدنك اربعمية وخمسين الف يطلع واحد بطيارة بزت عشرين قم ليه عنقودية كل قم ليه بتقتول الف زلمة منيح لي الحياة الدنمة والطويل والله بكرة ليكونوا بجهنم في الدرق الاسفل من النار لكان بتقتل الاطفال وهي الدماء وعزتي لانصرنك ولو بعد حين قال ليوشيك ان ان تسمع بالمرأة تخرج من القادسية العراق على بعيرها حتى تزور البيت لا تخاف سلام مأمن ما كان هذا الشيء كان مما يمشيه بشي الحب الطريب يخدم معه زماء تلوم ولعلك انما يمنعك من الدخول انك ترى الملك والسلطان في غيرهم هون ما في شيء وَأَيْمُ اللَّهُ لَيُوشِكَنَّ أَنْ تَسْمَعَ بِالْقُصُورِ وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لما وقت الهجرة ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك يفوتوا هو النبي نايم صلى الله عليه وسلم بدون يقتلوه كل مؤامرات وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُوا وَاللَّهُ خَيْرُوا ما كيرين هلأ نحن يلي عم يصير اخوانا الكرام اللي عم نشوفه هذا يعني ليش نحن عايشين الازمة هلأ نحن عم نحكي عن الازمة والسابة واحد بيرن موبايله من الشمال والتاني يعني اي كيس انتين هم نطلع للصوت صادروله اياه الشيخ بده يكون مرتب افكاره ما بعرف يعني شوشتنا وشوشت علم يسمعه ولا لا تعيد هو عبو البداد شايف انت مسكت الكيس وبلشت انت كمان اتبه هلأ جوي انتبه بوقت مجلس العلم وكأنما على رؤوسهم الطير وكأنما على رؤوسهم الطير نحكي عن فلسطين والناس عم تنباده ليك اخوان الكرام لازم نكون اكثر شغف اكثر ادب وقت المي هلا والله عم يحكي المراسل عم يسمعه انا قال الواحد ما لعرفان شو من يروع لبيت الخلاء وقف على الدور ساعتين انت اي مام فايد طالع ما لك عرفان ايمتها عم تشرب مي وتأكل شوفوا شو صاير بالدني جيشوا الجيوش جمعوا الاموال قتلوا الاطفال نقول نسبة الاطفال الذين قتلوا 42% نسبة النساء 37% ما ما في 60% من اهل غزة ما دون الخمسة عشر سنة راحوا رجالهم جيشوا الجيوش قصفوا البيوت لك انوا بيوت القصف البيوت صار سهلة المجازر صارت سهلة هلا صار اسمها ابادة جماعية يعني بتلاقي انه هون تقول كان في عشرين بناية راحوا والله ما مش فيناها هي هي نحن بالافلام القديمة كنا نسمعها بالحرب العالمية الاولى والتانية على مرأة من العالم هذا العالم المتحضر اللي كان يحكي لك عن حقوق الحيوان انه الطفل له حقوق بالسويد اذا هيك ابوه بس واحد انه حكى معه كلمتين شو بروح يجيب له الشرطة هادوه نفسه هذا الولد اللي بيه في فلسطين شو بيصير فيه يوم منظره من الصبح فزيت على التهجود منظر ام طلعوا الجنين من بطن من بطن امه شهيد هيك بكي شوي كتر منازل عليها الصخر وال يعني عمره تسع شهور هلا طلعوا من بطن امه وين اي منظمات حقوق الانسان الانروة اطباء بلا حدود هي كلها اسماء كلها درس مادة بالجامعة اسمه قانون مدني فيها النكاتي اللي عم احكي لكون عليها طبع مجلس الامن والامم المتحدة وقف التدريسة من سنتين الله هو وكيلكون قبل ما تصير للقصص طولهم ما عم بدي طولهم حاسس حالي عم خالف عم خالف عقلي انا عم تحكي شي ضد العقل ضد المنطق وانه ما بيجوز القتل وما بيجوز طريقة كلا ما يكون انا هلا وصدت لهلا يا لطيف عم بدي درسه الله يعيني الاستاذي اللي ايجي بعد مني وعم يدرسه حقوق الانسان انو انسان طلع في فرق بين الانسان والانسان اشتركوا في القناة